تنضم إلينا من لندن للحديث عن الأوضاع في السجون الحكومية والتعذيب الحاصل والانتهاكات لحقوق الإنسان تنضم إلينا مستشارة الدكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب أهلا بك دكتورة فاطمة بداية إلى ماذا تؤشر هذه الشهادات التي حصلتم عليها من معتقلين سابقين في سجون الموصل تفضلي السلام عليكم ورحمة الله وحيكم وحي مشاهديكم الكرام يعني حقيقة الشهادات التي حصل عليها المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب يعني هي شهادات تثبت أن عمليات التعذيب مستمرة وممنهجة خاصة وأنها ليست المعلومة الوحيدة التي تؤكد أن هناك تعذيب يجري في هذه السجونة التي تم توثيقها في التقرير الأخير بل أن العديد من أماكن الاحتجاز والسجون إضافة إلى العلنية سواء أو السرية منها تصل الأخبار عن وجود هذه العمليات من التعريض المعتقلين لشتى صنوف التعذيب والإقاع الأذى الجسدي إضافة إلى الإهانة والحق من كرامة الإنسان وإضافة إلى العديد من هذه العمليات التعذيب كل هذه تؤشر أن هناك انتهاكات صارخة تحدث في هذه السجون دكتورة فاطمة هل من مبرر في القانون في العراق لمثل هذه الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات بحق الكثير من المواطني لا يوجد أي قانون سواء دولي أو وطني يبيح هذه الانتهاكات هذه الذين يقومون بهذه الأعمال هم ناس لا يخضعون لسلطة القانون وليس للقانون عليهم أي سلطة على العكس يعني في العراق هذا الذي يحدث هو أن هناك قانون يحمي هؤلاء المجرمون وبالتالي يتتفشى عمليات التعذيب في أرجاء العراق نحن نعرف جيدا أن هناك تقارير موثقة عديدة منذ بداية الاحتلال الأمريكي للعراق تؤكد أن هذه العمليات التعذيب تقوم بها القوات الأمنية والآن تقوم بها الميليشيات أي أن هناك فكر وراء هذه الاستمرار بمثل هذه العمليات وهناك عقيدة باستمرار بتعذيب المعتقلين ولكن على أرض الواقع لا يوجد أي مبرر قانوني لا يوجد قانون يحمي أو يبيح عمليات التعذيب بل على الأكس هناك إفلات من العقاب في العراق ولذلك هناك تفشل هذه الظاهرة نعم دكتورة فاطمة أنتم في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب يعني باعتقادكم كيف للحكومة أن تصمت على عمليات تعذيب وتقطيع أقدام وأيدي واغتصاب تحدث في مختلف السجون لأن الحكومة متواطئة الحكومة راضي عما يجري في العراق لو كانت هناك حكومة حقيقية تبحث عن مصلحة المواطن وتلتزم بالقوانين سواء حتى القوانين الوطنية فهي أيضا تحرم مثل هذه عمليات التعذيب ولكن مع الأسف الشديد في العراق لا يوجد التزام بالقانون لا الدولي ولا الوطني بل أن هناك على العكس يعني الحكومة مستفيدة مما يحدث لهؤلاء الأبرياء في السجون خاصة وأن هذا يعطيها استمرارية في التسلط على العراق وأيضا الحصول على الكراسي والمناصب خاصة وأن حتى عمليات التعذيب تستخدم من أجل المساومات بين الأحزاب والكتل السياسية والميليشيات من أجل الحصول على المناصب وعلى الوصول إلى الأهداف لا ننسى أن هناك أهداف تنفذ في العراق وأهمها الهدف التغيير الديمغرافي والانتقام الطائفي من الذين يعارضون الحكومة خاصة وأن الذين يتعرضون للتعذيب يعني قد عبروا عن استياءهم ورفضهم للحكومة ولهذا وصل الحد الآن بهم إلى التعرض لهذه المعاملة القاسية الدكتورة ماذا عن لجان حقوق الإنسان الحكومية التي من المفترض أن تقوم بمتابعة شؤون المعتقلين ومنع التعذيب وانتشار الأوبئة ماذا عن دورهم؟ يعني لجان التحقيق الحكومية تقوم بتوثيق هذا الشيء فقط دفعا للحرج الذي قد تواجهه من عند جابهة المجتمع الدولي أما أن هناك تحرك فعلي من أجل يعني حد من هذه الانتهاكات الصاريخة من أجل الحفار على أرواح العراقيين من الوصول إلى حد الموت جراء التعذيب فهذا لا يوجد يعني مع الأسف الشديد لأنه لو كان هناك تحرك لكان حتى لو استطاعت يعني من ينصبون نفسهم الآن ممثلين للشعب مثلا من خلال لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أين هي؟ لماذا لا تحرك هذا حتى دوليا؟ يعني هذا يثبت أنهم غير معنيين بالموضوع وهم معنيين بكراسيهم فقط الآن حدثينا عن العواقب النفسية والجسدية التي تركت أثرها على هؤلاء المعتقلين الذين خرجوا بالنهاية هل ينبغي مثلا أن يكون وضعهم بهذا الشكل؟ يعني نحن نعرف جيدا يعني أي شخص يتعرض إلى أي معاملة قاسية فهذا ينتب عنه آثار نفسية كبيرة أقلها هو الشعور بالإهانة والحطم من الكرامة وانعدام القيمة والذي ممكن أن يؤدي لا سمح الله إلى الانتحار وأكثرها وهذه هي الخطيرة هو العنف الاتجاه نحو العنف هؤلاء الذين يعرفون أنفسهم جيدا أنهم أبرياء ويتعرضون إلى مثل هذه المعاملة القاسية سوف ينتج عن هذا هو العنف موجه ضد من قاموا بعملية التعذيب أو حتى بالنسبة للمجتمع الذي يصمت عن تفشي هذه الظاهرة الخطيرة إذن هناك في الحقيقة عواقب وخيمة من جراء الاستمرار بالتعذيب يؤدي إلى التطرف يؤدي إلى الانتحار يؤدي إلى تدهور الحالة النفسية مثل هؤلاء الذين تعرضوا للتعذيب وبالتالي انتشار الأمراض النفسية الخطيرة كل هذه تؤثر سلبا على المجتمع وتؤدي إلى العودة بالمجتمع العراقي إلى دورة العنف من جديد دكتورة فاطمة هذه الوقائع إلى أي مدى باعتقادك تحرج بعثة الأمم المتحدة في العراق التي من المفترض أن تعزز حماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني في العراق والمصالحة الوطنية أنا باعتقادي بعثة يونامي لا تشعر بأي إحراج خاصة وأنها تستلم أوامرها أولا من الخارج وتقوم بالتباحث مع من يسمون نفسهم زعاماء ميليشيات وهم في الحقيقة زعاماء للانتهاكات في العراق وتقوم بالتحاور مع الحكومة وتعبر فقط عن رأيها بالشعور بالأسف أو بالشعور بالقلق هذا كله لا ينفع الحقيقة في العراقين والذي تقوم فيه الحقيقة بعثة الأمم المتحدة هو فقط أن تحسن صورتها أمام العالم وتثبت أنها تقوم بدور في العراق أما لماذا لم نجد لحد الآن أي تأثير فعلي على أرض الواقع لما تشعرت به الأمم المتحدة من قلق أو بعثة يونامي من قلق يعني الحقيقة هذا الموضوع فقط أمام الإعلام فقط لا أكثر ولا أقل سؤالي الأخير إليك دكتورة فاطمة ما المطلوب اليوم أمام هذه التقارير التي تفضح حالات التعذيب والانتهاكات ضد المعتقلين في العراق ما الذي يمكن فعله؟ يعني أولا يجب الاستمرار بالتوثيق لهذه الحالات وعدم الاكتفاء بما هو موجود حاليا خاصة وأنه لا يعبر حقيقة عن ما يجري على أرض الواقع طبعا نحن نعرف جيدا أن كثير من الناس يعانون من الخوف من بطش الميليشيات ولكن مع هذا يجب التغلب على هذا الخوف والقيام بالكشف لأن المعنيين والذين مروا بمثل هذه الانتهاكات هم الأول وهم المصدر الحقيقي لمثل هذه التوثيقات ولذلك أولا يجب عدم السكوت هذا هو الموضوع الأهم وبالتالي فإن باستطاعة المنظمات الحقوقية المعنية بتوثيق هذه الحالات إيصال ما وصل إليه وما حدث لأي مواطن من انتهاكات إلى الرأي العام الدولي وبالتالي نستطيع من هذا المنطلق أن نتحرك بصورة أكثر فاعلية ونجد تجاوبا أكثر من المجتمع الدولي من أجل الحد من هذه الانتهاكات من لندن كنت معنا عبر سكايبا الدكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر